إلى عملية التضييق الكبيرة حتى أنه قام باعتقال الألافات من الصحفين اليمنيين الحرين أصحاب الأقلم الحر داخل اليمن وخارج اليمن حتى في حظرهم لدخول اليمن مرة أخرى المنطق الأساسي أن الإعلام الحوسي أراد أن يضع صورة تقييدية للمواطن اليمني وصورة تقييدية للإعلام الحر صاحب الرسالة الحرة في نقل الرسالة بشكل حقيقي هنا حديث كبير على فكرة أن الإعلام المواطن وأعلام الحكومي الصحيح التي يدعمه المواطن بشكل صحيح هو الآن في خندق ضيق ما بين الصراع ما بين النفوذ الإيرانية والنفوذ الحوسية في وضع خناق على كل من الإعلام المواطن والإعلام الحكومي النقطة الأساسية لابد أن يتم مواجهة التفكير الإرهابي الحوسي بتفكير منظم مرتب من بعض الساحات الخارجية خارج اليمن نقطة أساسية يعني من ضمن المواجهات التي تتم لتلك الفكر الإرهابي الحوسي برنامج بالتفصيل الذي أنت حضرتك يعني تتولى يعني تخديمه تتحدث بشكل كبير جدا على التفكير تتحدث بشكل كبير جدا على تنظيم الرؤية للجمهور اليمني هناك بعض المنافذ الإعلامية أيضا في القطاع الخليجي لا ننسى أن حينما كنت بمحاورة أحد الشخصيات الكبيرة كالإعلام سامي العثمان حينما تحدث في كتابه عن ضد الملك الحوسي وهو سعودي تحدث على ثقافة الحوسي وثقافة دعم إيران لعد الملك الحوسي وترتيب كتب كثيرة وهو إعلامي سعودي تحدث على التحالف العربي ومواجهة الحوسي يعني الإعلام السعودي سامي العثمان في لقاتاته التي كان يكتبها في كتبه الكثيرة في السعودية والتي نشرت أيضا في القاهرة وضع صورة أساسية في الترابط العربي في مواجهة الكيان الحوسي بشكل كبير وإيران في اليامن